في الوقت الذي يشكك فيه الكثيرون في اليابان وكوريا الجنوبية والكونغرس الأمريكي بجدية التزام بيونج يانج بنزع الأسلحة النووية دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إلى انتهاز الفرصة لتحقيق السلام مع كوريا الشمالية مشددا على ضرورة عدم التفريط بأي جهد من أجل تجنب اندلاع صراع نووي الرئيس الأمريكي قال في رسالة مسجلة وزعتها الإدارة الأمريكية إن شعبي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية وشعوب العالم تستحق مستقبلا يعمه الأمن والسلام واصفا محادثاته التي أجرها مع زعيم الكوري الشمالي في سنغافورا يوم الثلاثاء الماضي بأنها كانت مباشرة وصريحة وبناء للغاية حسب تعبيره ترامب أضاف أن كيم أكد في الوثيقة الموقعة بين الطرفين التزامه الراسخ بنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية موضحا بأن وزير الخارجية مايك بومبيو سيعمل في الأيام القادمة مع كوريا الشمالية لتطبيق اتفاق نزع الأسلحة النووية فيما ستبقي واشنطن على عقوباتها بحق بيونج يانج في الوقت الحالي وكان الرئيس ترامب قد صرح لصحفين في حديقة البيت الأبيض يوم الجمعة بأن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أخبره قبل توليه منصبه أن أخطر مشكلة للولايات المتحدة هي برنامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية مضيفا بأنه قام بحل الجزء الأكبر من هذه المشكلة وجدد ترامب إشادته بالزعيم الكوري الشمالي ووصفه بالقويل الذي لا يسمح لأحد في بلاده بأن يعتقد بطريقة تختلف عن اعتقاداته فهو يتحدث وشعبه يستمع إليه بانتباه وطلب ترامب الشعب الأمريكي أن يفعل الشيء ذاته ترجمة نانسي قنقر